السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة وأكاديمية العزيز النموذجية الصل الصف التاسع مادة التربية الإسلامية معلمة المادة حنان العمير اليوم التاريخ السادس من نيسان الفان وعشرون الأثنين اليوم درسنا آذاب الطريق في هذا الدرس لدينا حديث نبوي شريف دعونا نقرأ هذا الحديث سويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدنا نتحدث فيها فقال إذ أبيتم إلا المجلس فعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي رواية أخرى زيادة جاء فيها إرشاد السبيل وتغيث الملهوف عرف براوي الحديث وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري صحابي جليل من سادات الأنصار ومن رواة الحديث توفي سنة 74 للهجرة علل حذر الرسول من الجلوس في الطريق لأنه مضنة لإعاقة الطريق وإذا الناس ما المعنى المقصود بالجلوس في الطرقات؟ وكل فعل يؤدي إلى إعاقة السير فيها أو إذا الناس سواء كان بالجلوس أو باصطفاف السيارات في الأماكن الممنوعة أو وضع البضائع على الأرصفة وضح أداب الطريق جاء في الحديث النبو الشريف ووضح لنا النبي أداب الطريق وأول أدب من أداب الطريق وهو غض البصر كيف يكون شكر الله تعالى على نعمة البصر؟ ويتمثل بشكر الله تعالى على نعمة البصر في استعمالها فيما خلقت له من طاعة الله تعالى وكفها عما حرم الله النظر إليه ما هي الآثار المترتبة على إطلاق البصر في الطرقات؟ النظر إلى ما لا يحل وإلى ما يؤذي الناس والتدخل في خصوصيات الناس مما لا مصلحة لهم في معرفته وكشفه فيتتبعون بأبصارهم ما يحمل المرة بأيديهم من أمتعة ونحوها وإيضا ما يفعله بعض الناس من الإطلاع على ما في داخل السيارات لمعرفة ما فيها ولا سيما عند الزحام والوقوف والعبد يوم القيامة مسؤول عما أبصر بعينيه الأدب الثاني وهو كف الأذى كيف يكون كف الأذى عن المرة في الطريق؟ ويكون بعدم التعرض لأحد بالأذى إما بالقول كوصفهم بكلام غير لائق وأما بالفعل كتضييق الطريق عليهم أو الاعتداء على الأرصفة من الباعة أو استغلال الطريق العام في المناسبات الخاصة أو إلقاء القادرات والنفايات في غير أماكنها المخصصة لها هذا دليلا على أن كف الأذى يعد من أنفع الأعمال التي تقرب بها المسلم إلى الله عن أبي برز رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أن تفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين يعجب إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثالث أدب من أداب الطريق وهو رد السلام على من يلقيه من جلس في طريق يمر به الناس يسلمون عليه فعليه أن يرد السلام على من سلم عليه ومن حسن الأدب واكتساب الأجر رد السلام على من يلقيه بغض النظر عن منزلته أو جنسه أو دينه اذكر الأثار المترتبة على رد السلام شيوع الأمن بين الناس وإزالة الضغاء بينهم وهو سبب من أسباب المحبة والمودة في المجتمع ودليل على التواضع مضاعفة الحسنات فعن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم قال قال النبي عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي ثلاثون رابع أدب من أداب الطريق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرة في الطريق؟ ينبغي للجالس إذا رأى أمرا أو سلوكا خارجا عن المألوف في المجتمع أن يخاطب الناس وينصحهم بشأنه بالحكمة والموعظة الحسنة وخامس أدب وهو إرشاد عابر السبيل كيف يكون إرشاد عابر السبيل يجدر على الجالس في الطريق المبادرة إلى تقديم المساعدة لمن يطلبها من الناس قدر استطاعته؟ ما المقصود بإغاثة الملهوف؟ وإغاثة الملهوف وهو الأدب السادس من أداب الطريق التي وضحها النبي من هو الملهوف وهو المظلوم والمضطر صاحب المصيبة ومن وقع عليه اعتداء في الطريق فعل المجالس المبادرة إلى نجدة هؤلاء وتقديم المساعدة اللازمة هنا نكون قد أتممنا درس اليوم سأترككم الآن محل الأسئلة دمتم بحفظ الله ورعايته نلتقي بالقمة أكاديمية العزيز